مباراة الاهلين بارح كانت مثيرة جدا وانتهت بفوز كبير للأهل وعلى الجانب الآخر الزمالك قسر من بيراميدز فيه مفاجأة كبيرة يطرى المنافسة الأيام اللي جاية هتكون شكلها عامل ازاي مباراة الزمالك والأهل اللي جاية في الدوري هل هتتحسن بشكل كبير المنافسة على اللقب ولا لسه بدري على الموضوع ده كله ده احنا عرفه من الناقض الرياضي اللي منورنا النهار ده في الستوديو الأستاذ محمد نجيب صباح الوردة عليك صباح الوردة رحباك أستاذ السلام عليك صباح الفل عليك خلينا الأول نبتدي به مباراة الأهل مبارح الأهل وسموحة طبعا تمام آه هي كانت مباراة انا بشوف ان هي مرافل متناول شوي في مشاكل كبيرة جدا فندي اسموحة يعني لو اتكلمنا شوي عن المشاكل اللي بتواجههم انا شايف ان اسموحة مبارح كان خاص مسهل النادي الأهل انا مش بقلل من فوز النادي الأهل اطلاقا لكن انا بشوف ان اسموحة كمدير فني كمجلس ادارة كلهم عندهم مشاكل مع بعض الجهاز الفني عايز يمشي في اقالات في مشاكل كبيرة جدا مع المهندس فارج عامر تزا ملكم؟ لا انا هلاوي جدا بجاب لا بس لازم نتكلم بموضوعي بحس كده لا لا انا هلاوي جدا بس يعني فار اوف بالزبط ان احنا نتكلم على ان في مشاكل كبيرة جدا في ندي اسموحة رئيس مجلس ادارة النادي هو المهندس فارج عامر عايز يمشي كابتن طريق العشري كابتن طريق عشري عايز يمشي عشان موضوع الاقالة بش يخليه يدرب لنهاية الموسم حسب قوانين ربطة الاندية اللعبة بقى فيها تخازل مفيش حتى تمركزات بينفزوها مفيش اي حاجة فانا شايف ان هم كانوا صيد سهل نوع عمال النادي الأهلي خصوصا ان الاهلي كان مراح معظم بلعبتوا الاساسية عشان مباردة القمة يوم السابت ان شاء الله تفتكر فكرة ان انا جيب 3 جوان في الشوت الاول مرة واحدة ده بيخلي الفريق التاني كنا لسه منتكلم الموضوع الصحة النفسية في مدخلة على التليفون في اول الحلقة هل ده بيخلي الفريق التاني يحبط كده وصلت تلاتة في اول شوت والتاني لسه ما جابش ولا جون هل ده بيأثر على فكرة الفوز والخسارة بالزبط ده بيبقى معتمد بشكل كبير جدا على ان احنا لو هنعمل الكمباك كفريق ده بيبقى معتمد على المدير الفني وفي نفس الوقت زي ما حررتك قلتي ان يكون في حد عنده القدرة على انه يلمشا من اللعيبة والجزء النفس ده تحديدا دي بتبقى موجودة في النادي الاهلي ممكن انت موجودة في نادي الزمالك براملز على سبيل المثال برضو ابتدى يتجه للنقطة دي لكن حتة ان الاهلي خطف المباراة في البداية بتلات اهداف او انه قدر ان هو يحبط من معنويات فريق سموح اللي بقول له حضرتك انهما اساسا اريد نزل المباراة عارفيني ان المدير الفني ممكن ما يكملش انا مش مطالب ان انا ادي في الملعب 100% من طاقتي في نفس الوقت اللي هاعد برع على ديكة نفس الكلام ممكن ما لعبش انا ممكن العب مع المدير الفني جديد وهكذا كل دي عوامل ساعدت بشكل كبير جدا ان الاهلي يفوز بالمباراة وبأكد تاني مرة ده بيش معناه ان انا بقلل من فوز الاهلي لكن بتكلم عن ان في عوامل كتير جدا ساعدت النادي الاهلي في انه يختف المباراة بتفتكر ايه اللي مدايقك في النادي الاهلي انا حاسة ان عندك حاجات عايز تقول يعني ايه المشاكل بتاعت النادي الاهلي اللي مدايقك قوي جدا عشان الهوية الهوية والتعاقدات هوية الفريق اختلفت تماما بشكل كبير جدا منذ رحيل ريني فيلر انا واحد من الناس اللي كنت مومن جدا بمسيماني لكن بشوف ان هو كان عنده برضو اخطاء كتير جدا بتكلفنا ماتشاط كلفتنا نهاية دور الابطال قدام الوداد فانا شايف ان في مشاكل كبيرة جدا بما موجودة في النادي الاهلي وبحكم ان انا ساعات بروح التامنين وبتفرج على الفرقة عندنا مشاكل كتيرة جدا على مستوى العناصر لا انا مش عايزك تقول لي مشاكل كتيرة مش عايزك تقول لي عندنا كذا وكذا وكذا عندنا مشاكل في التعاقدات في حاجات مبهمة كتير جدا ما انا عرفش اذا كانت هي بتحصل ولا لا على سبيل المثال الاهلي محتاج مهاجم من السيزن اللي فات طيب لغاية دلوقتي احنا ما تعقدناش مع مهاجم اه بتظهر اسماء للعلن زي جوستافو ديسوزا لعب باتشنبك تفتكر العطلة فين لان ده فعلا حسن تفتكر العطلة فين العطلة مادية بشكل كبير العطلة مادية بشكل كبير ده على فكرة نفس المشكلة برضو اللي بتوجه كاربا في الوقت الحال العامل المادي العامل المادي اللي بقى بيأثر بشكل كبير جدا على التعاقدات بتاعتنا ده خصوصا المغالاة الكبيرة اللي بتكون موجودة لما بتتفاوضي مع اي لاعب او اي نادي وفي نفس الوقت برضو القدرة بتاعتك الشرية هل اصبحت قوية في الوقت اللي احنا فيه دوت ولا قلت بسبب اللي بيحصل في الوسط الرياضي في مصر تفتكر كل المشاكل دي هيكون تأثرها ايه على النادي لأهلي في كاس العالم الان داي هيكون تأثرها كبير جدا تأثرها كبير جدا ان احنا كسكوات دلوقتي احنا عندنا بعض الصغارات اللي المفهود نشتغل عليها لكن على سبيل المثال مثلا احنا الجابهة اليمين بتاعتنا فيها اكرم توفيق وفيها كريم فؤاد بعد مصل الطوب فورم اللي اتنين جاء لهم صليبي طبعا اصابات قضاء وقدرة لكن ما بقاش عندنا حد ناحية اليمين نقدر نقول ان الجابهة دي تحديدا هكون جابهة مميزة زي زي السنين اللي فاتت او زي مثلا مكان موجود اكرم بس انا عايز عرف هيأثر ازاي انت عارف ان النادي الاهلي الاكثر فوزا يعني وده بالارقام فتفتكر السنين دي وضعه هيبقى عامل زي بالارقام برد لا بالارقام احنا ما ندرش نتكلم فيها لغاية دلوقتي بجزئية ان احنا ممكن نحدد ازا كان النادي الاهلي هو اللي هيبقى بطل المسابقة او بطل كل او هو هينافس هو قريدي هو هينافس لكن هل هو هيبقى البطل لكل البطولات اللي بيشارك فيها دي دي معضلة كبيرة جدا خصوصا ان احنا عندنا على الساحة منافسين الى حد ما مستقرين اه طبعا ممكن يجي من شوية سراميكا ممكن يجي فيوتشر دول برضو بتبع عقبات بتأثر على النادي الاهلي سواء محليا او حتى ان النادي الاهلي يتعثر قريا في حيث تكسل على من الاندية علشان اجاوب على سؤال حضرتك نقطة ان احنا يبقى عندنا صغرة ان مدير فني خصم يبقى عارف ان الجبهة اليمين في النادي الاهلي عكس الجبهة الشمال الجبهة الشمال فيها علي معلول او احمد عبدالقادر او حتى لما كان موجود طهر دي كان اتجابها قوية جدا هجومية فانا عارف ان انا كخصم مش ههاجم منها هاجم من الناحية الاضعف دفاعين وهي عاملة زي الحلقة الحلقة بتاعتنا لو كان فيها جزء ضعيف انا بقدر ان انا كمدرب العب عليه فهي دي المشكلة اللي ممكن تواجه لالف كسا عامل الاندية طب تعال بقى نروح من نادي الاهلي لنادي الزمالك نادي الزمالك جماهير عمال ميقولولك 2023 سنة سودة سنة سودة انا مش عارفة ليه انت شايفة سنة سودة ولا وضعينك للغاية دلوقتي هي ممكن تكون واتيرة الاحداث بس هي اللي فيها مشاكل بجانب انهم عندهم بعض المشاكل الادارية وبعض المشاكل المالية المستشار المطار المنصور طبعا هو بيحاول جهدا ان هو يشتغل على المقطة دي والملف ده هو يعني انا شايف ان هو مبدع فيه هو بيحاول يخلي كل المشاكل اللي ممكن تعطى للنادي انه يحلها يحلها بقى بكل الطرق الممكنة كرئيس نادي وفي ناس الوقت انه راجل له بقى طويل جدا في القضاء لكن المشكلة كلها بتاكمن في المدير الفني في الوقت الحالي هي ممكن تكون الجماهير متشارة برضو انت عندك نفس المشكلة مع الفرقتين لا انا مش عندي نفس المشكلة مع الفرقتين بالنسبة لكرر انا مشكلتي معاه ان هو الغايد دلوقتي ما جالوش اللي هو عايزه عشان نقدر احكم عليه انه مدير فني بيعرف بس نقدر نقول ان كولر يعني لا غبار عليه لا تمام هو كمدير فني طبعا ما حدش يقدر تكلم عليه ونفس الوقت برضو فريرا فريرا طبعا واحد من افضل عشان مدربين على مستوى العالم حسب كلام الفيفا لكن انا بتكلم على جزئية ان فريرا دلوقتي يبترى يخش في صالمات مع الجهاز الفني رحيل اسامة نبيه رحيل احمر عبد المقصود نفس الكلام اللي هو ما بيستمعش كلام ما بيسمعش كلام للجهاز الفني دي دي نقطة ممكن تخلي الفجوة كبيرة جدا ما بين اللعيبة وما بين الجهاز الفني اللي فيه مصريين وما بينه هو كمدير فني لازم الحتة بتاعة لام الشامل دي فممكن تكون دي المقصرة شوية على شكل الاداء مقصرة شوية على ان الجمهور شايف ان فيه حاجات كتير جدا في الفرقة مقصرة على الاداء بتاع اللعيبة في الملعب ودي حاجة اعتقد ان جمهور الزمالك بقى ابتدى يفطن لها زي كل الجمهور المصرية بقى عندهم معي كبير جدا ما شاء الله عليهم طب لو هنتكلم عن الموتش بتاع الزمالك كان يعني بالنسبة لنا مش مفهوم او يعني الاداء من الفرقتين بقى كانت بتلعب بشكل هاي لطول المباراة وفي نوصل الوقت النتيجة كانت بالنسبة لنا يعني مش عارفين نحد او انا برأي شخصي ما كنتش عارفة احد ده مدير فني متمرس جدا متمرس جدا في الدور المصري ومتمرس جدا على مستوى الاداء التكتيكي لك انت تخيل حضراتك وزي ما كل الناس شافت ان لما اضطرت منه علي جبر صحب عبدالله سعيد واحد من افضل اللعيبة اللي بتقدر تقوم بصناعة اللعبة في مصر اللي لم يكن هو افضلهم لان ما فيش حد في الوقت الحالي قادر يوم بالدور ده اللعب عشر لعيبة طول الفترة دي المائة وعشرين دي عشان يوصل لضربات الجزاء عشان في الاخر يحقق الفوز على نادي الزمالك بتشيكو عدار المباراة باكتدار في حين ان في ريرا انا شفت ان عدم وجود قسامة نبيه اثر بشكل كبير هي دي بقى الجزء اللي انا كنت بتكلم وحرك عليها مصامة نبيه حتى ولو كان مدرب مصري مقدرش ان يوصل ان يقود فريق مثلا في الدورة الممتاز ويعمل نفسه اسم كبير تدريبيا لكن بيبقى عنده الفكرة بتاعت ان انا اقدر اساعد يعني حضرك مدير فن انا اقدر اقول لحضرك رأي ممكن تكون انت مش شايفه هي دي الكيميا بتاعت الجهاز الفن فران بريحك انا كنت شاف انه وحيد حتى في وجود كابتل اسماعيل يوسف اللي عنده بقى كبير جدا في الكرة وفي عالم التدريب لكن كنت شاف انه وحيد ففي نفس الوقت كانت القرارات الفنية بتاعته ممكن يكون كان فيها مشاكل كان فيها مشاكل كتير طب ايه من وجهة نظر القناقد رياضي ايه المشاكل الفنية في قراراته اللي انت شفتها وقلت لا ده قرار غلط جدا ما كانش مفروض يعمل كاته طيب خلينا اتكلم وحرك بجزئة صغيرة جدا سامسون اكنيولا ده مهاجم مدير فني قصدي مهاجم في الفريق لما نزل مكان سفل جزيري ما حدش لعب له كرة خلص لمدة 25 ديئة مهاجم الفريق ما بيوصلوش كرة ربما تكون الامور كانت صعبة على اني لعبت زي ما لقدر توصله الكرة احنا كان احنا بنا بنتكلم على بس يمكن ده بعيد عن الراجل ده ده شيء يخص اللعيبة شوي ده ده شغل المدير الفني ما طبعا بس انا قصدي على ارض الواقع اللي حصل في ساعتها ده من اللعيب تمام انا مقولتش حاجة بس انا بتكلم ان احنا دهوقتي عندنا واحد يعني بمهارة شيكبالا واحد بقدرات احمد سيد زيزو لعيب بانطلاقات امام عشور نفس الوقت لعيب بصير كواس جدا زي محمد اشرة فروق وكل دول في 25 ديئة سامسون مهاجم الفريق المنوط بي انه هو يجيب اهداف ما وصلتوش الكرة فدي طبعا مشكلة انا بشوف انها مشكلة فنية كان لازم وهو نازل اعرف اللعيبة دور اللاعب ده ايه لما هينزل انا عايز اوصل به ايه انه هو اختلاف يعني مثلا سفي الدين الجزيرة لعيب مهاجم كواس جدا بيتحرك بيعاف يتحرك ما بين الخطوط لعيب محطة لكن سامسون اكينيولا ده فيزيكال ده جواة 18 محتاج كرات عرضية محتاج ان انت تلعب له كور شورت باس كتير هي دي المشكلة فانا كنت شاف طب افتكر ده حصل من اللعيبة ليلي هي بش فكرة من اللعيب هاي في سبب هاي انا اقول له حضرتك هو من الكواليس هاي بش فكرة من اللعيبة بس زي ما تقولي حضرتك احنا وصلنا للتوب فورم اما من ايه من ميه انا بقول له حضرتك دي بتوصل ان اللعيبة بتشوف نفسها ان هي وصلت للتوب فورم احنا في اي وقت هنكسب برمز القناعة دي بتيجي من ان هم كلهم شايفين ان هم كاسكواد بواقق جدا على مستوى الخط الخلفي على مستوى محمد عواد ودي المشاكل اللي زي ما حضرتك برضو هارجع لأول موضة حالك تقصد تقول الغرور يعني والثقة الزي ده اللي بتوقع على جدور الغرار 75% ان هم حسوا ان هم هيقدروا يفوزوا على برمز لان هم بيوصلوا كتير وفي نفس الوقت الفرقة التانية مطلوب منها لاعب فلا حول اليوم ولا قول لكن على الناحة التانية فيه مدير فني قدر ان يحجم كل القدرات دي والتفكير ده قتله فوصل النواف الاخر يستحق ان يوصل للمباراة النهائية انا ببارك لبرامدز على وصوله للمباراة النهائية لعب مباراة حلوة جدا طب بما اننا بقى تكلمنا عن المباراة دي عايزين نتكلم على ان شاء الله مباراتهم مع الاهلي في النهائي تفتكر توقعاتك ايه بالأداء اللي احنا شفنا ده بالأداء اللي احنا شفنا ده انا كنت شاف ان المباراة الاول مع تاكيز جونياس في بيرامدز كانت ممكن تبقى سهلة بالنسبة كبيرة جدا دايما الناس كلها بتقول ان مفيش توقعات في الكورة انا كنت بقول ان هي 70-30 لكن دلوقتي مع جيمة بتشيك وانا بقول ان الكافة تساوت تماما مدير فني بيعرف يستخدم الاسكوهاد اللي معاه والعناصر بتاعه وفي نفس الوقت المدير فني يعني ممكن يوصل للمباراة دي وعنده اصابات وعنده غيابات لان طبعا احنا نكون في كاس عامل الاندية فاعتقد انها تبقى امورها صعبة جدا على مرس الكورة الحقيقة يعني طبعا عندك توقعات رقمية مثلا بحب انا دايما ناخد توقعات النقاط معي بالنسبة لنتيجة يعني يعني لو هنتكلم على نتيجة انا بشوف ان المباراة تبقى صعبة جدا ممكن برضو توصل لركات الترجيح ما اعتقدش ان هيكون فيها اهداف كبيرة يعني قول لي رقم راجل ناقد رياضي من وجدومك واحد واحد قول لي رقم واحد واحد اتنين واحد لبيرامات فعلا فعلا انا همضيك على الكلام ده تمام انا اجيبك ما اعلم اتنين واحد لبيرامات بصوق اختافر دي عندنا ان شاء الله الاهل يكسب باذن الله يا رب انا مكرهش والله بس انا بقول اتنين واحد لبيرامات اشان احنا عندنا شوفت خليتنا ننحست على هوا ما كانش المفروضة اقول كده بس ماشي طب خلينا بقى منروح من كرة القدم لكرة اليد نطش الجميل لمنتخب كرة اليد النصري الفاز وفوز عظيم بنبارك طبعا لمنتخبنا منتخب كرة اليد كلمني بقى عن الاداء المبهر والفوز الكبير ده حاجة تفرح طبعا بروندو عمل نقلة كبيرة جدا مع منتخب اليد عناصر احترفت بشكل كبير برا خدت خبرات كبيرة جدا علي زين ممدوح حاشم سند احمد خيري لما احترف برا في دينامو بخر استورجع كل اللاعب المحترفة طبعا لخوين الدرع وويحي خالد اللي ان شاء الله يرجع بالسلامة منتخب مصر لكرة اليد ولعبة السكواش كمان الحاكتين دول هم أبرز حاجة لان هم دول حطين مصر على الخريطة العالمية لكن تدخيل حضرتك ان احنا بنتكلم دوقت عن المنتخب اليد كل الناس بتهابوا في الدور الرئيسي الجاي القادم خصوصا احنا افترضنا الدنمارك بطل العالم فاعتقد منتخب الدنمارك من دلوقتي بيبتدي يعمل حسابات على ان منتخب مصر لما هيقبله في المباراة التالتة بعد ما ورب الجيكا والبحرين هو بيحسب لها من دلوقتي هو عامل حساب ان مصر هو المنافس الرئيسي بتاعي على ان اوصل قابل نهاية بطولة العالم انتوا سمعين يا كمان الكلام اللي بتقال ده دلوقتي مؤدرين حجم اللي احنا بنتكلم فيه مؤدرين حجم المنتخب تب تفتكر بالأداء الجميل العظيم ده هل ممكن ياخده كاس العالم؟ والله ما فيش حاجة بعيدة خصوصا ان احنا عندنا مدير فن كويس وفي نفس الوقت هو عامل حاجة يعني حتى برضو احنا بنتكلم فيه في الكرة مميزة جدا ان احنا ما عندناش تشكيل ثابت ده برضو هيعمل مشكلة كبيرة جدا لمنتخب الدنمارك والمدير الفن بتاعه حتى وعلى مستوى العناصر اللي عندهم طبعا احنا بنتكلم على ان لندن حارس المرمى يانسن افضل لعب في العالم وكان لعب بريستان جرمان ودولواتي لعب فريق البرج الدنماركي دول ابرز لعبة موجودة في المنتخب الدنماركي لكن حتى هم نفسهم ما بقواش عارفين هم هيلعبوا علي زين ولا هيلعبوا يحيى الدرع ولا كان هيلعبوا يحيى خالد مش عارفين مين التشكيل الرئيسي خصوصا ان احنا بقى عندنا وفرة كبيرة جدا في الاندية المصرية لليد وفي ناس لوقت اللعبة اللي احترفت برا طب تفتكر انت انا من وجهة نظري للشخصية المتوضعة جدا يعني بحس ان احنا كرة اليد حققها مهضوم قوي عندنا يا جماعة يعني مش مدينا حققها زي كرة القدر مشكلة هنا في المعين احنا لازم نركز قوي مع الناس دي عشان الناس دي عاملة عظمة زي ما بيقول بالزبط زي ما بقول لحضرتك زي السكواش احنا عندنا مصطفى عاصل مثلا لعب الناد في نفس الوقت برضو قبلوهم طبعا نوران جوهر كل اللعيبة دي او كل الرياضات دي مش واخد حقها علشان خاطر هو مش متسلط عليهم الدوق اعلمين ودي المشكلة اللي انا بشوف انها ملاش ركبة بالجماهير هو اعلمين احنا لازم نسلط الدوق بشك كبير على اللعيبة دي او على الالعاب دي زي كرة السلة زي الطايرة كل الحاجات اللي بيش واخد حقها اعلمين لازم تاخد حقها طالما بيحقها وانجازات احنا منحاول نسلط الدوق على السلام دي عشان كل واحد بياخد حقه اكيد تاز محمد نجيب الناقد الرياضي نورتني النهاردة وصباحك صباح الورد اتنين واحد لفيراميدز هنشوف هنتكلم بعد المباراة ونسوف القصة دي سيدة مشاهدين زي كانت نهاية حلقة الاسبوع من صباح الورد صباح الورد والفل والياسمين عليكم